سبور الموزيكا الأخبار والسفين سن معك التصوير نفرق الرومانة برنامج يعالج القضايا الاجتماعية والتنموية ويحاول إجاد حلول لها بحضور كل من المسؤولين نحن نتبعونا من 2 للخميس بداية من 60 التلاشية مع محمود الدغباجي أعلى أوزيس أفرق مساء الخير مساء النورة لصلا بك مستمعنا كيرام في عدد جديد من برنامج نفرق الرومانة ونحكو على يوم مهم جدا في تاريخ العالم وفي حاضر العالم بسفة عامة نحكو على اليوم العالمي لحرية الصحافة وخاصة تعزيز المكسب هذا بعد الثورة نعرف تونس اليوم الثلاثية ثلاثة ماي 2016 إلى جانب سائر دول العالم تحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة وتعود حرية الفكر والرأي والتعبير والإعلام مكسبا أساسيا من مكاسب الثورة وحقا دستوريا لا مجالة للتراجع عنه أو التفريط فيه وقد انعكس في حقيقة الأمر هذا المكسب جليا على المضمون الإعلامي مما جعل تونس تتصدر لأول مرة المرتبة الأولى عربيا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2016 حسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود كما احتلت المرتبة 96 من جملة 180 بلد في مجال حرية الصحافة هذا هو موضوعنا اليوم مستمعنا الكرام على مدى ساعتي من الزمن نستقبلوا مجموعة من الزملاء الصحفيين خاصة في جهة جابس إن شاء الله يلتحقوا بينا بعد شوية سي محمد علي أكاشا سي الحبيب الحافيان البشير الرقيقي ومراد مجيد بطبيعة لأخذ رأيهم في الموضوع هذا والاحتفال بطبيعة إلى جانب بقية الزملاء رغم بعض الهنات في بعض وسائل الإعلام اللي ما زالت تطمح إلى ما هو أفضل حسين العابد في خرج الحصة نور الهواري في أعدادة محمود ضغباجي في التقديم تابعونا حتى للربعة أبقوا معنا تحية لكم من جديد رحبوا بسي الحبيب الحافيان مدير مكتب جريت الشروق في جابس مرحبا بيكس الحبيب وكل عام تحية بخير شكرا لك وتحية لكل الزملاء في يوم عيدهم هذا ونحي ونستقبله كذلك سي محمد علي عكاش رئيس جماعة نادي صحافة بجابس وكذلك مراسل صحفي لإذاعة التطوين مرحبا بك سي محمد علي أعطيك صحة محمود على الاختيار الحصة بمناسبة اليوم العالمي حولة الصحافة إن شاء الله نقوله عيد مبروك لكل العاملين في القطاع إن شاء الله من حسين اللي أحسن شكرا لك نبدو في التقييم معك سي الحبيب الوضع خاصة نحن بشركزه في الحقيقة على الصحف المرسل وخاصة ربما الإشكالية اللي يتعرضون لها المرسلين والنفاذ للمعلومة كان قيمه السعب صفة عامة رغم المكسب اللي تحصلنا عليه بعد الثورة نعرفوا تونس احتلت المرتبة الأولى على مستوى عربي في حرية للصحافة ومرتبة كذلك ماجدونية على مستوى عالم شكرا سي محمود تحية مجددا لكل زملاء العالميين وللسادة المستمعية وزيسة فهم حبيت نبدأ باش نحط الموضوع في إطاره لأنه اللي يسمع باليوم العالمي لحرية الصحافة طبعا لابد أن يعرف كيف جاء هذا أنا حبيت نعطي فكرة ونقول أن الإعلان عن اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا يجاء سنة 1991 وبمبادرة من منظمة اليونسكو اللي في الوقت هذاك كانت عديد الدول الأفريقية تشهد حروب وتناحر خاصة قبائلي وعرقي واليونسكو بدرت ونظمة ندوة في مدينة ويند هوك في ناميبيا وفي اليوم الأخير تم الإعلان على البيان هذايا بيان ويند هوك صمية بتلك المدينة وتم تحديد اليوم هذاك يوم 3 مايه 1991 كيوم عالمي لحرية الصحافة وهذايا كله جاراه تماشيا مع الإعلان المادة الصعطاش من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي يمنح للصحافي والصحافة الحرية والاستقلالية حتى تكون هي شريك فاعل في الديمقراطية هذه فكرة أولى حبيت نعطيها على اليوم العيد هذا يمتع الصحافيين والإعلاميين عبر العالم اليوم تقييما للمرحلة الحالية بعد 5 سنوات من ثورة 14 جانفي طبعا كل من تسألوا كل صحفي والمواطن لابد أن يقول وهذا مؤكد أن الإعلام والصحافة هي الرابح الأكبر من ثورة 14 جانفي في تونس كل مكسب الوحيد حسب بعضهم نعم الرابح والمكسب مش الوحيد أما الأول في الترتيب على الأقل خلينا شوية متفائلين محمود الحرية الصحافة في تونس بلغت أشواط في الحقيقة قد تكون حتى استباقية نحن لحظنا جميعا أن في بعض الأحيان كان الإنفلات حتى كبيرا جدا وبدرجة عالية وكنا حتى بعض الإعلاميين كانوا ضد هذا السرعة المتناهية في نيل الحرية الصحافة لكن طبعا كل شي عنده ضوابط وحريط الصحافة وإن ساعدت الثورة باش تأخذ مسارها الصحيح وساعدت الفئات المهمشة باش تطالب بحقوقها وساعدت كل من تهمش قبل ثورة باش يرفع صوته ويتجرأ اليوم بكلام كان يقول وخافت قبل ثورة لكن أحيانا الصحفي يصبح هو الضحية احنا شفنا في أحداث العنف أحداث الأضربات الاعتصامات الحروب دائما في الصفة الأول نجد الصحفي هو اليدفع الفاتورة متاع العنف متاع التعصب متاع الاحترام نقولك لأنه لما تطالب بحرية الصحافة واليوم وغدوة يجي بايك وتمنع الصحفي أنه يخدم وقت عندما يتعلق الأمر بموضوع يهمك أنت وربما بشي يمس شيء من حقوقك ولا واجباتك هنا تصبح المعادلة صعبة ويصبح الصحفي يعاني ولنا العديد من الأمثال وطبعا سفيان ونذير ولو أن مشكلتهم مع قطر آخر في خارج تونس لكن يبقى مثال على معاناة صحفي وتعرضه للعنف والتهميش والإقصاء وحتى يدفع حياته ثمنا للحرية والاستقلالية هذا هو سيد محمد معناها رغم أن يلزمنا نفتخر بالسقف الوصلة لحرية الصحافة خاصة في تونس ولكن هذا ما يعنيش أن الصحفي تم تلبيت كل المطالب متاعه ويعيش في ظروف صعبة على غيرها ربما اليوم نعرفه شمسة فيه ضرب مفتوح وأكيد عديد الانتظارات خاصة للصحفية صحيح محمود معناها الوضعية متاع الصحفي ما تغيرتش وما تحسنتش بقدر ما أنه كما جالسي الحبيب معناها المكسب الأول خلينا نقوله ما بعد الثورة ربعة الجامفة يعني تحسن بشكل كبير يعني والناس بدأت تكلم وتعبر تويكة بحرية مطلقة وبحرية تامة وفي بعض الأحيان تجاوزت الحدود يعني وصلت لحد الأقصى اللي مش ممكن نتجاوزوه زمنا بعض المراجعات حنيك عاملين في القطاع ذايا وزاد بعض الأطراف الأخرى زمنا تراجع أنفسها الوضعية بالنسبة للصحفي سواء الصحفي نحي مش كان الصحفي معناها العام الكل في القطاع ذايا تقني والمصور والأي إنسان يعمل في القطاع ذايا معناها وضعية ما تحسنتش بشكل كبير قاعدين نشوفه في وضعية هجلة ما زالت متواصلة شفنا اليوم أكثر مثال يعني مشكلة لتعرضي لها إذاعة خاصة في توسط عاصمة هي شمسة فام معناها بحكم أنها مؤسسة يعني مصادرة تدخل الأمني كان موجود اليوم معناها في مقار الإذاعة وهذا يمكن مرفوض مش بالضروري أنه ندخلوا معناها بالسلطة التنفيذية باش نمنعوا ناس معناها من حقها أنها تضرب من حقها أنا طالب بتحسين وضعها المهني عديد الوضعيات ومئات الوضعيات الأخرى الموجودة في تونس اليوم تعاني معناها في القطاع وضعيات مهنية معناها قاسية فمناسي معناها ما زالت تقاضى في مئات دينار ومئتين دينار وهذا يعني رغم أنه معناها مستواها التعليمي يسمح له أنه بشي يكون معناها أجره ويكون معناها مقبول لكن لحد الآن معناها مؤسسات الصحفية لحد الآن معطيتش حق الصحفي بشكل مطلوب المعاناة ما زالت متواصلة في كامل تراب الجمهورية ما نحكوش على مؤسسة دون غيرها يعني موجود في كل المؤسسات حتى المؤسسات اللي معناها عندها باع وذراع كما يقولوا في تونس يعني قنوات تلفزية تحقق في أعلى نسب مشاهدة معناها الصحفي والعون تصطط في نسبة كبيرة من الأرباح وتصطط في نسبة كبيرة من الأرباح معناها المستشهرين وكل متواجهين لها ولكن اللي يعمل واللي وراه المجهود ويعمل في مجهودة واللي يقدم في المادة الصحفية والمادة العالمية معناها حق مهضوم يعني وهذا يطرح أكثر من سؤال علاش معناها ما نعطوش حق الصحفي علاش ما نسووش يعني الناس فما قطاعات أخرى معناها واخذ حظها كما ينبغي وفما ناس معناها تخدم في أقل من الصحفي وتتقاضى في أجر معناها خيالي خلي نقوله فماش توازن في نفس المؤسسة تلقى معناها إنسان يتقاضى أجر معناها عالي وعالي جدا والإنسان الآخر معناها ياخذ في أجر معناها زهيد هذه مشكلة يلزمها هي تتحل معناها على خاطر لو كان بش نمشوا ونواصلوا في نفس الاتجاه هذه الحرية بش تولي مهد سلاحبيب كان نحكو خاصة وخلينا نركز على صحافة القرب والإعلام الجهوي خلينا نحكو معناها بسهولة بمكان بالنسبة للنفاذ للمعلومة وربما أهم الإشكاليات التي تعترض المرسلين خاصة الجهوي شكرا هو موضوع حساس وكبير ربما ثم مواضيع أخرى قد تكون في الترتيب كانت ربما تجي في الأولوية لكن هو نفاذ المعلومة نعرف أنه القانون هو مازال حديثا معناها صادق عليه مجلس النواب وأنا نأكد لك أن أغلب المؤسسات العمومية والإدارات وحتى المسؤولين التومة طلعوش ليه وما يعرفوش محتوى ولابد في الحقيقة من أيام وحملات تحسيسية بالنسبة للإعلاميين واللي هم هذا القانون أن يتعرفوا عن قرب عن محتوى هذا القانون ويكون زادة بالشراكة مع المؤسسات العمومية اللي همها لأنه لما الصحف يقصد وزارة من الوزارات أو مؤسسة من المؤسسات بيش يكون التعامل ثنائي وهنا لما يكون صاحب المؤسسة ما يعرفش محتوى المنشور وما يسمح لكش بيش تنفذ إلى المعلومة طبعا يصور الإشكال هنا ولهذا أنا في رأيي المتواضع لابد من فترة تحسيسية توضح كل ما جاء من محتوى في هذا القانون حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه لكن مشكلة النفاذ المعلومة هو المشكل حتى التعامل مع المؤسسات أنا بش نعطيك مثال قريب جدا ويهمنا وصاحب المشكل معنا اليوم في هذا الستيديو منذ يومين فقط أو يوما واحد زمينا محمد علي أكاشا بقي واقفا أكثر من نصف ساعة أمام باب ملعب جابس ولم يسمح له بالدخول إلا بشق الأنفس رغم أنا يحمل بطاقة صحفي تسمح له بالدخول وكنا معا في ذلك اليوم وأنا بنفسي كنت معه سمحا لي بالدخول مش بعد ما استظهرت بهذه البطاقة الصادرة عن رئاسة الحكومة واللي تنصفها واضح مكتوب عليها أنا يحق لي بش ندخل لكل منصات الصحافة في الجهة ولكل ملاعب الرياضة في الجمهورية هذه منصوص عليها من رئاسة الحكومة لم يسمح لي بالدخول إلا بعد أن استظهرت بطاقة أخرى ما نحن إياها الفريق المنظم تصور إلى هذه الدرجة المنظمون وأقصد صراحة عوال الأمل أن يكانوا في الباب ليسوا على علم بالقانون يجهلون القانون وهذه هي مشكلة في حال ذاتها بصراحة لابد من التوضيح ووضع نقاط على الحروف لأن هنا أحنا نصعبه في المهمة الصحفي لما يقوم بالواجب بتاعه سي محمد علي ماشي بش يمشي يقوم بواجب اتجاه الإذاعة بتاعه بش يقوم بالتعليق تأخر أكثر من نصف ساعة وبقي واقف في الباب ولم يسمح له إلا بعد جهد جهيد وبعد تدخلات أنا أقول لك بصراحة هذا مش معقول إذا كان في وقتنا الحاضر عددنا هنا في الجهة قليل ويعدوا على الأصابع ونتعرض لمشاكل من نوع هذية فما بالك في مكان آخر في العاصمة لما يكونوا مئة ومئتين مراسل أمام الباب ماذا يفعلون مشكلة في الحقيقة لا بد من إيجاد سبل التعاون أنا ما نضحظ حتى طرف لكن المسؤولين أمتع المنظمين كيسواء إما جهات أمنية ولا جهات مسؤولة على الملعب لابد أن تعرف القانون وتلتزم به وتسهل مأمورية الناس اللي يمشوا يخرموا كإعلاميين وكصحفيين بش يمشوا يقدموا الإضافة بش ينقلوا الخبر لمجموعة من المواطنين اللي يستنوا في ديارهم في منازلهم في الشارع مشكل كبير لابد من توضح الصورة لابد من التحسيس لابد من الأطراف المعنية بهذا الأمر أنها تكون كلها تكون وعية لأن الكنها نخدمه والكنها نتحمل مسؤولية شركاء في هذه المسؤولية هذا هو نوصله فيه محمد علي ربما برش الناس يقول لك المعلومة ما زالت حبيسة المركز ونعرفه حتى المسؤولين على مستوى جهوي يقول لك الساعة حتى التدخل هنا في برنامج هنا يقول لك روكم بمراسلة ونرجع إلى تونس العاصمة وبعض مجينة الموافقة بش نلتحق معناها هل أن الإشكالية هذه يلزمها تتحل معناها تكون ثم سلطة للمسؤول على مستوى جهوي بشي قرر ربما التدخل والمعلومة تكون حينية وتكون في وقتها بالنساء للمرسلين على مستوى جهوي عادية مشكلة نعنى وفاهة في كل في كل الإدارات خلينا نقوله معناها فم إشكالية كبيرة ممكن على المستوى هذية خاصة أنه لما تمشي تتواجه الإدارة معينة بش تطلب معناها معلومة ولا بش تطلب ترخيص لإجراءة معناها لقاء مع مسؤول جهوي يقول لك ربما معلومة ما عنديش معناها يلزم نرجع للمسؤول المباشر اللي هو موجود في المركز نتعصف عليك سي محمد علي نقصو لك شوي الفكرة وأكيد تتفهم هذا عن سبور لايت مع زميلة مناسبوعي ثم نعود مرحبا بكم من جديد مستمعنا للكرام سي محمد علي بل سبور لايت أكيد أخذنا منك الكلمة تفضل حكينا على موضوع معناها أنه معناها فمش خلنا نقوله استقلالية على مستوى معناها المعلومة خاصة الإعلامي والصعفي ونقل الخبر لما يتواجه الإدارة من إدارات أنه بش يتحوز على المعلومة معينة يلقى صعوبة كبيرة معناها ويلقى مازال فمارتباط بالمركز أكثر منه معناها فماشة استقلالية بالنسبة للسلطات الجهوية سواء في ولاية جابس ولا في أي ولاية أخرى سيلاحبيب بن باكر يحكي على قانون معناها واللي يصدر في الرائد الرسمي معناها معناها النفاذي للمعلومة نحن في تونس عنا مشكلة كبيرة ما بين النظري والتطبيقي ما بين النظري وتفعيل ما تم الاتفاق عليه على مستوى قوانين ولا التسريعات وإلا على أي مستوى معناها فم صعوبة كبيرة خاصة لما نمشو باش نطبقوا القرار ولا باش نطبقوا القانون هذاك على أرض الواقع نجد صعوبة كبيرة حتى لو كان موجود قانون النفاذي لمعلومة تمشي لدارة باش تتخذ معلومة معينة يقولك لا معناها ما نجيوش نعطيك المعلومة هذه وصارت لي معناها مؤخرا أنه حبيت تنتحصر على الوثيقة تم معناها تحذيرها فيما يخص معناها موضوع الفوسفوجيبس من قبل اللجنة مختصة تم عدادها بطلب من المجتمع المدني طلبوا أنه باش يشوفوا موضوع الفوسفوجيبس وين باش يتم هل أنه تكديسه أم تثمينه لكن حبيت نتحصر على الوثيقة هذه قالوا لي روما ممنوع عليك الاطلاع على الوثيقة هذه اللي أقرتها للجنة مشيت أكثر من ذلك معناها تبعت الخطوات اللي معمول بها حسب القانون اللي حكي ليسي الحبيب ثم مراسلة تتواجه بها تكتب معناها فهل اسم واللقب والصفة وموضوع طلب وتواجهت بها المعنيين بالأمر ولكن ما تحصلت على الوثيقة هذه هذه مشكلة كبيرة اللي نحكو فيه معناها النفاذ المعلومة متنجمش لتوصل للمعلومة فما بالك معناها فيه مواضيع أخرى فما عديد الإشكاليات الأخرى على ما سواء مثلا ساعات فيه أحداث كبيرة مثلا فيه أحداث رهابية والحدث اللي صار في ولاية جابس فما مركزية المعلومة ومركزية القرار رغم أن وحنا نتواجهنا على عين المكان ومشان وين المكان العملي الارهابية لكن استقال المعلومة من حتى تعطيم كبيرة على المعلومة ويقولك كما تتكلم معناها الإدارة العامة في تونس للحرص الوطني أو أي إدارة معناها معينة مش نحن نحتكر معناها على موضوع أمه هدايا لكن يقولك كذا تتصل بالإدارة المعين مش تعطيك المعلومة وانت موجود على عين المكان معناها كيفاش مش لكبيرة لو كان مش نبقو وانتخابات قادمة في مارس القادم في العطلة المدرسية والجامعية القادمة لو كان مش نمشوا معناها بالطريقة هذه منش نوصل للحادة النتيجة يلزمنا بالعاكس نعطوا نعطوا سلطة قرار للمحلي أكثر منه للمركزي يلزمنا على شلاب في منخمموش في كل إدارة معناها نعمله مكلف بالاتصال هو اللي يكون معناها همزة وصل بين المسؤول سواء على مستوى الجهة والمركزي ولا حتى على مستوى محلي يكون هو همزة وصل بين الصحفي وبين الإدارة المعينة وهذا سألح حبيب حسب رايك شنية الحلول ربما المقترحة لضمان وصول الصحفي خاصة المرسل نحكو إلى مصدر الخبر نعم الضمانات مرتبطة بكل الأطراف هي كما حكيت سابقا هي مرتبطة أولا بالتعمق في محتوى القانون الصادر ثم مدى قناعة الأطراف اللي باش نتعاملوا معها كصحفيين بحرية الصحافة من أصل معنا ثم مؤسسات والمسؤولين على مؤسسات مازالوا في عقليات هم همش مقتنعين بحرية الصحافة وبحق الصحف النفاذ وبحق المواطن في تلقي المعلومة هذا في حد ذاته هي عقدة لدى بعض المسؤولين وتجعل صعوبة كبرى أمام النفاذ إلى المعلومة هذا من ناحية ثم من ناحية أخرى اللي تتعلق بالصحفي في حد ذاته لابد لما نحكو عن الموضوع نحكو من كل جوانب نحكو أن أيضا بعض الإعلاميين ما يخدموش كمان بغي ما يتوخوش الطرق المثلة بش ينفذوا إلى المعلومة أما لكونهم ما عندهمش حتى هم دراية بالقانون وأما ما همش متكونين تكوين أكاديمي في البحث عن المعلومة وإلا زاد عندهم ربما التجاذبات وخفايا أخرى تخليهم أيضا في شبهة أمام بعض المؤسسات وهذا في الحقيقة هو موضوع كبير ياسر لابد أن تفتح منابر حوار حتى توصل ضمنات حقيقية لكل الصحفيين محمود حبيت أنا نأكد على نقطة بالنسبة للصحفيين لأن لما نطالبوا بحرية الصحافة واستقلال الصحافة لابد أيضا الصحفي والصحفيين بيهم هما أيضا يقوموا بتعديل ذاتي للعملهم ويكون هنا دور التكوين والرسكلة كظلع مهم في قطاع الصحافة والإعلام لأن عديد الصحفيين في الحقيقة همش متمكنين من الضوابط الأكاديمية قبل القانونية متاع العمل الصحفي وهذا يجعلهم في صعوبة أمام التعامل مع الخبر ومع المعلومة وحتى مع القارئ والمستمع في حد ذات بادرة طيبة من جمعية النادي للصحافة في الحقيقة إنجاز مهم جدا على مستوى جهوية ربما كان يحكي فيه سلحبيب تتحمل مسؤوليته سيمو حاند علي جزئيا نحكو على جمعية ولكن الطرف الآخر اللي هم الصحفيين هالأمة في الحقيقة يعاضوا مجهودات الجمعية هذه لأن في الحقيقة الهدف امتحى هو تكوين وكذلك تلبية بعض الطلبات انصحها للتعبير خاصة على مستوى للتكوين ولكن ما شفناش انخراط في حجم انتظارات ربما الجمعية لأن تتحمل المسؤولية اللي كان يحكي عليها سلحبي صحيح محمود معناها الجمعية مندورها عنه معناها تتكفل بكل المرسلين والإعلاميين والناس كل اللي تخدم في الميدانة ذاية في وليد جابس مندورها تقوم بالإحاطة بهم وتقوم بإعداد دورات تكوينية وتنديم دورات تكوينية وماذا ذلك لرسكلة الصحفيين وعلى خطر قطاعها داية عرفها معناها قاعد يطول بشكل كبير خاصة أمام المنافسة الشريسة اللي والت موجودة الآن واليوم معناها وسائل التواصل الجماعي والوسائل التكنولوجية المتطورة معناها ولت جاوزت الدور اللي يقوم به بين الظفرين الصحافة التقليدية لدعا والتلفزيون والجريدة معناها دورهم تراجع برش أمام معناها تطور وسائل الإعلام وسرعة نقل المعلومة معناها بكل بساطة تحل معناها أي موقع متع تواصل الجماعي سوى فيسبوك ولا تويتر ولا انسجرام تلقى معناها المعلومة موجودة هذا معناها يطلب أن حتى وسيل التعلام التقليدية لازم هتطور حتى هي في أدائها وازم ما تمشي لبعيد معاش تعتمد في نقل المعلومة على طرق التقليدية المعروفة يلزم حتى هي تطور من أداها وتمشي في التطور اللي ماشي فيه وسائل الجديدة بين الظفرين اذاك علاش يلزم حتى نقوم برسكلة الصحفي ونقوم وعلى شلال بيدور مهم ما قمناش بدورات تكوينية لكن إن شاء الله في المستقبل يزمنا وهذا من واجبنا يزمنا على شلال نعمل دورات تكوينية في المجال هذية لحاطب الإعلاميين ولي فتح قنوات حوار بينهم وبين الناس معناها الخبراء الاتصال اللي قاعدين معناها مطلعين ومطلعين بشكل كبير على تطور الهائل الموجود في القطاع بشهد على الأقل ينولوا فهمة مواكبة على مساوى تشريعي على مساوى معناها حتى نظري على مساوى الكتاب كيفاش تطور طويل خطر معادش طريقة تقليدية معادش برش معناها في نقل الخبر ناس معناها بدلت وبدلت تعتمد في طرق أسرع وأنجع أمام المنافسة اللي حكينا عنها منذ قليل الصحفين نحكينا لهم مسلم محمد عليهم مخرطين في الجامعية هذه معناها انخراطة ومش حتى معناها الاشتراك فيها ولكن الاقبال عليها والربما عارفين أنه فهمة جامعية الشغل الشغل امتاحها هم المرسلين الجهويين بطبيعة هذا هو السؤال لا بصراحة هاو قدام سيلابيب معناها وقدام التجربة السابقة بصراحة ما فهم لا في الحقيقة لك أنا نقوله الهدف امتاحها هي ونشوفوا المرسلين ما همش ربما يدعموا في اتجاه أن الجامعية هذه تزيد تتعزز قدرتها اكثر بوجودهم هم واخيراتهم داخل الجامعية حتى تنهض بهم وبطبيعة هم يساهموا في تواجدها وبطبيعة وعلش لا حتى تطورها وتكون تلعب الدور انتاحها اكثر من الدور اللي تلعب فيها يعني قلت لك محمود بصراحة فهم تقصير معناها من ناحية الناس معناها اللي تخدم في القطاع موجودة منذ تقريبا سنة 2011 من سنة 2011 من تقريب معناها تقوى خمس سنوات تلقى معناها مجموعة صغيرة تلقى المكتب معناها والتنفيذي متاع الجامعية وبعض الناس اللي معناها المنخرطين معناها ولا متابعين للجامعية لكن ما فماش اهتمام كبير من قبل الناس التي تخدم في الميدان الاعلامي معناها بالجامعية والدور تقوم به باب الجامعية مفتوح يوميا معناها كل صباح مفتوح يوميا وما فماش معناها اقبال من طرف الناس اللي موجودة في جابس معناها وهذه دعوة من خلال معناها وزيسة فام للناس اللي تحب معناها تنقرط في الجامعية بأي معناها خاصة نقول للناس اللي تخدم في القطاع معناها خطر توها وسيل حبيب يعرف كون المدونين عندهم اقبال اكثر من الناس اللي تخدم في القطاع خاصة المدونين معناها لقينا طلبات كبيرة من المدونين انهم ينقرطوا في الجامعية ولكن الناس اللي تخدم في القطاع بصراحة مهمش قاعدين معناها يقبلوا على الجامعية ويشجعوا الجامعية ويجووا يقولوا يلزبنا تعملونا دورة تكوينية يطالبونا على قل باش نقوموا بدورنا هذا يم مقصرين فيه وان شاء الله هذي دعوة من خلالكم من خلال الوزفهم باش الناس تلتحق بالجامعية حتى من غير الخيرات مرحبا بيهم يجووا نتبادوا الأفكار نجووا ننظموا دورة تكوينية نجووا يسالون نتشاركوا في أي حاجة حتى لو كان باش يتعرض لانتهاك ولا باش يتعرض لإعتداء اللي يخدم في الميدان في ولاية قابس الجامعية باش دافع عليهم ماناش باش نكونوا معناها نقولوا لا معناها معناش حتى لو كان معناها مواش منقرط ندافع عليه ونقفو معاه ونعاونوه بطرق المتاحة لنا معاه رغم أنه واجبة هو الانخراط فاهس الحبيب خاصة قيمة الانخراط معناها بسيطة في الحقيقة نعم ولكن هي رمزية وحتى أنه نشجعه لكنا نحب وحورية الصحافة تتواصل نشجعه مثل هذه المبادرات لكانت فكرة طيبة نعم سي محمود في الحقيقة الجمعية هي مكسب مكسب للإعلاميين في الجهة وهي عندها أكثر من أربع سنوات منذ تأسست وأكبر مكسب لهذه الجمعية أنها تمكنت باش تأخذ مقر في وسط المدينة والمقر مجهز بكل ضرورية العمل الصحفي لكن الأسف المخرطين والإعلاميين ما استغلوش هذا الفضاء باش يخدموا على قل ويبلغوا الخدمة متاحهم ولا يشاركوا صدقني جدت فرص متاع دورات تكوينية واقترحتها لبعض الزملاء ورفضوا رفضوا الانتفاع بالدورات التكوينية هنقول لك ثم مانع أول هو رهو أغلبية الإعلاميين في الجهة هم هوات وهم عادة موظفين ولذلك يجدوا صعوبة في استغلال الوقت وخاصة الدورة التكوينية عادة ما تكون خارج جابس وهذا يشكل ربما عائق وصعوبة أمام الزملاء لكن هذا ما يمنعش أن الانخراط في الجمعية وتنظيم الندوات كان لدينا برنامج ثانوية أيام لقاءات موائد مستديرة كنا نحتفل كل عام باليوم العالم لحرية الصحافة لكن المشاركة الفعلية للزملاء العلميين في الحقيقة كانت ضعيفة وهذه فرصة نجدد فيها الدعوة لكل الزملاء مع الإشارة أيضا أن عديد المدونين عبروا عن رغبتهم في الانضمام لكن احتراز الجمعية كان واضح قبلنا بعض المدونين وطبعا لدينا الاحتراز بعض المدونين في الحقيقة ربما عندهم تجاوزات على صفحات التواصل والجمعية في الحقيقة ما تتحملش مسؤولية باش تتبنى مدون يكون عنده ربما ثوابق وفي الإثارة وفي البوز هذا كاليش مع المدونين حريصين باش نتريثوا قبل الموافقة على انخراط بعض المدونين ان شاء الله تكون الرسالة وصلت نقطة اخرى سيم محمد علي هذه خاصة بالنسبة للإعلام على مستوى وطني المساحة اللي استحقها الإعلام الجهوي موجودة داخل فضاءات الإعلام على مستوى وطني معناها برشة مآخذ بالنسبة للمستمعين ولا المواطنين على مستوى الجهوي يقول لك ما نشوخدين حظنا في الإعلام العمومي على مستوى وطني في مشاغلنا عديد المشاغل ناخده وفي جابس على الأقل معناها الوقت اللي يتمرر على جهة من الجهات على المناطق الداخلية ولا الجهات الداخلية يقول وقت ما هوش في حجم ربما انتظرت صحيحة وهذا يلاحظنا ممكن في في العمل المتاعنا معناها ديما يتشكوا الناس معناها من الإعلام الوطني مرأي مش مسؤولة للصحافي معناها اي مش مسؤولة للصحافي لانا سعادة يحمل هو المسؤولية هذه يقولوا احنا يتكلمنا يا ياسر والله كان الموضوع وتم تمرير فقط ربما فيها جانب معناها معايير تقنية الجانب التقنية والمعايير المعتمدة معروفة معناها هموك وساعات المواطن ما يتفهماش معناها حتى الوقت تبدل الميكرو معناها مثلا مراسل تلفز بش يسئل معناها مواطنين ولا مسؤول معناها اي طرف معناها في الموضوع اللي اختارها الصحافي اللي بش يخدم عليه وقت اللي معناها يتفرج بعد معناها في التقرير يقولوا شبي معناها حكيت دقيقة عديتولي 20 ثانية وهذه ماش نصير رأي ماش رقابة ولكن ماش نصير لكن هذه مقتضاية العمل نعرف وانو معناها الفيتيار ولا تقرير التلفز معناها ما يتجوز دقيقة 20 دقيقة 30 وهذه طريقة والتي معتمدة حتى في اللذاعة معناها في اللذاعة ما عادش خاصة في النشرات الإخبارية معناها عكس البرامج البرامج المساحة مفتوحة لكن في النشرات الإخبارية مطالب الصحفي أن ما يتجوز معناها دقيقة 20 دقيقة 30 في التقرير فما بالك معناها في المراسلة العادية أنه تويق ولنا نعتمد هذه معايير دولية معناها ولنا نعتمد في 20 ثانية 25 ثانية لأكثر لأقل معنا الوقت اللي أنت تنقل خبر ما سواء وقف احتجاجية الخبر هذا ولكن في التقارير ما يسمى الأوروبية مركبة تقرير مركبة ناخد مفاهم بطقيقة 20 لأكثر المواطن بطبيعة تشك وهذه معايير يلزم حتى المواطن يتفهم منها لكن التقصير موجود في البرامج التقصير موجود في المؤسسات العالمية الكبيرة سواء كانت عمومية أو خاصة ما أعطتش اهتمام كبير للجهات على المشاغل الحقيقة المواطن معناها رغم أنه معناها ساعات وقت ليطرقوا لبعض المواضيع الموجودة في الجهات هذه معناها لخدمة القناة أكثر منها لخدمة المواطن معناها لتحقيق أكثر على نسبة مشاهدة مش لأنه الموضوع معناها يهم المواطن شوفنا ممكن بعض معناها شخصيا نتبع في بعض التجارب معناها اللي تقوم بها من أفروض بعد الثورة إدارة التلفزة كانت بشخصصها لقناة مخصصة للجهات لكن بعتلي تجربة متوسط العلم وعندلها لأسباب ممكن يعرفوها أهل الدار وعليش متوسط التجربة هذه لكن فما بعض البرامج تويكة اللي قاعدة تركز على الجهات مثلا فما برنامج الوطنية الثانية يتعدى من الستة حتى للسبعة تقريبا ركابها أكثر منه معناها تركيز على المواضيع اللي تهم العاصمة أو بعض المدن الكبيرة تجربة معناها صغيرة وماهيش كافية لتلبيط حاجة المواطن والحديث على مشاغ المواطن وهذا ممكن نتدور موكل للإعلام الجهوي أكثر منه الإعلام الوطنية خطر يجبنا نتبقى نمشو ركزوا على الإعلام الجهوي أكثر يجبنا نأسسوا الإعلام جهوي هو بش تكون على مستوى وطني مش الإعلام الوطني هو اللي يصنع المعلومة العكس لا يلزم تويك الإعلام الجهوي هو اللي يكون يصنع المعلومة سواء النذاعة أو علاش لا فما بعض الملايات فيها تجارب جرائد محلية وهذه معناها في الدول المتقدمة ناجحة بشكل كبير يعني الجريدة المحلية يقرها أكثر من الجريدة الوطنية وهذه الانطلاقة متاحة كانت مدروس مهيش مدروسة ومجهولة وكنا منذ اليوم الأول احنا اخذين عليها مآخذ وانتقدناها لأن جات فجأة وانطفأت أيضا فجأة بعد عددين هي معناها في الحقيقة ويبدو لي العمل هذاك صعيب أنك تصدر جريدة من جهة معينة والطبع في تونس العاصمة صعب صعب في الحقيقة احنا قلنا نكتفو بمجلة دورية بتاع عشرين صفحة وتكون أسبوعية وقدرين بش نعملها لكن المبادرات غائبة المبادرات لعمل إعلامي رغم أنا قادر بش يغطي المصاريف متاعه والعمل الإعلامي بالإشهار والإستشهار وكل أنواع الدعم قادر بش يغطي لكن المبادرات متاع أصحاب المال ربما متخوفة من الدخول في مغامرة معناها محفوفة بالمخاطر على كل إن شاء الله يجينا واحد عنده الفلوس ويحب الأعلام الصحافة قادر بش يبعث مبادرة تكون لها معناها حقيقة مستقبل هو من أهداف الجمعية نرجع لجمعية تحية لكم من جديد مستمعنا الكرام ما زلنا متوصلين حتى الشرق للربعة نحكو بمناسبة اليوم العالم لحرية الصحافة على وضعية الصحافيين وخاصة حرية التعبير الحبيب الضمانية تحكي سيما حمد على أكاشا قال ساعات ما عاش عندنا ثقة كبيرة ما بين النظري والتطبيقي رغم أن نص على الدستور وعديد القوانين ولكن الضمانات بش يطمان ويقول الصحافة ومعادش رجوع إلى الوراء ثم كل الضمانات الكافية وخاصة المنظمات اللي هي بالقطاع هذه وبش تكون خير سند لصحفيين نعم شكرا الضمانات هي في الحقيقة متعددة إضافة إلى التشريعات القانونية كالقانون 116 وقانون النفاذ المعلومة هناك جانب آخر منظماتي ويهم المجتمع المدني نعرف أنا بعد الثورة أكثر من منظمة معناها تم بعثها لتولي مسؤولية رصد الاستقلالية وحرية الصحافة منها لرسيف الصحفيين بلا حدود مركز تونس لحرية الصحافة أخيرا المرصد الوطني لحرية الصحافة على الأقل هذه ثلاثة منظبات هي تعنى بشأن استقلالية وحرية الصحافة وترقب الأداء متع الصحفيين وترصد التجاوزات التي تصل في حقهم نعرف أكثر من سنة أي حادث يتعرض له أي زميل في أي جهة من جهات الجمهورية تجاوز بالعنف أو العنف اللفظي أو المادي أو الاعتداء يتم يتم رصد الحادث بسرعة متناهية توصل المركز ويتم التشهير به وهذا في حد ذاته هو هذا الرصد والتشهير بالاعتداء على الصحفي من شأنه باشي ينقص من عمليات الاعتداء اللي تتم على الصحفيين أثناء أداءهم لمهامهم مركز تونس لحرية الصحافة في الحقيقة اللي عنده ربما الأكثر الشغرة على قل وأكثر ربما عمل تطبيقي من ضمن المنظمات هذه منها عمل المجهودات كبيرة طوال السنوات الأخيرة إلى جانب عملية الرصد يقوم بها هو يقوم ينظم بدورات تكوينية لفائدة الصحفيين في الجهات وفي المركز وكانت في الحقيقة الدورات هذه تهدف إلى تسليح الصحفي بضوابط ومبادئ تخليه أنه يخدم في إطار المهنية ويتمكن باشي يتجاوز الصحوبات ويحاول باش ديما يخدم في إطار مسار يخليه يبعد عن كل الشبهات حبيت نعطيك مثال أنا أخيرا معناها مركز تونس لحرية الصحافة بعد ما جرى من أحداث إرهابية كانت أثرت على العمل الصحفي متاع عديد الزملاء في عديد الجهات الإقريبة من مواقع الخطر والاعتداءات مركز تونس لحرية الصحافة نظم ندوة إجماعة فيها عديد الخبراء في القانون وفي الصحافة وفي الأمن أيضا وإدعاء إلى إعداد ميثاق تحريري يتضمن المبادئ الكبرى للعمل الصحفي الميثاق هدايا مناها أصدر وباش نعطيك بعض النقاط المهمة في هذا الميثاق يقول أولا كشف الحقيقة في عمل الصحفي يعني دون المساس بحياة الأفراد التحري في المصطلحات المستخدمة خلال النقل العمل الصحفي الامتناع عن بث صور صادمة عدم نشر معلومات مباشرة تساعد الهرابيين اعتماد مبدأ الحياد في نقل الخبر تجنب الإثارة عدم الترويج للإرهاب تجنب خطابات التحريض والكراهية والعنف هذه مثاق تحريري ضم عديد البنود اللي تسمح للصحفي باش هو يخدم في إطار من الانظباط ويكون على قل غير معرض لتجاوزات الطرف الآخر أما الطرف يكون أمني ولا طرف مجتمعي ولا حتى المواطن خلال أداء الصحفي المعلومة ويبدو لعمل كما هدايا لقام به مركز تونس لحرية الصحافة عمل معناها يستحق كل الشكر والتنويه هو في صميم العمل للدفاع عن حقوق الصحفي هدايا خلال الأداء المهام متاعه ومركز تونس لحرية الصحافة اللي استضفناها عام نولسي محمود ذوالي هو مدير هذا المركز وكان معناها استجاب لدعوة للجمعية باش نعود نذكره بالجمعية لأنها قامت بعديد العنشطة وجاء سيم حمود وأشرف على ندوة في هذا الإطار والندوة كانت مفتوحة لكل الزملاء ووجدت صدى لدى الجميع أنذاك شكرا لك سلاحبيب حرصا مننا في دور كذلك المواطن حتى يعطي رأية في ما يقوم به الزملاء للصحفين زمينتنا ألفة خرجت للشارع وأكيد خلتت رأي المواطنين ورأيهم بطبيعة مضمون نسمعو حسين ثم نعود حرية الصحفة تقدمت مقارنة بسنين اللي فت ما زالت فهم بعض المضايقات بعض التوجيهات لكن بصفة عامة ما فهماش مقارنة بين توا وبين خمسة سنين لتالي دونك خير وبالطبيعة مع حرية الصحفة لقى في حدود بطبيعة يعني الصحفة موش اللي تتوجه يكون فما إعلام يوجه لماس مع تتوجيه بأخبار مغلوطة ولا توجيه الرأي العام الأغراض سياسية أو اقتصادية أو أيا كانت معينة ذاك صحيح إنساني بش يفيلتري بالمخ صحيح أما ما هيش ديمة سهلة بالنسبة للمتلقي اللي هو يولي أما يرفض تماما وإلا يتبع ويصدق بش يعمل فيلتراج سيبا يفيدان موش ديمة دونك ولا معاه حرية الصحفة وي لكن في حدود اللي أنتم أهل المهنة تعرفوا تحديدوها أكثر أكثر مننا وبالنسبة ليا تعتبر فهم حرية الصحفة معناها ماذا بين إنساني يكون مع حرية الصحفة ويجيب حاجة جديدة معناها حاجة صحيحة حاجة معناها مثبتة من الأخبار هذي كأنها موجودة الحرية الصحفة صعيب كان موجودة خطر ديمة يبقى في السياسة عندها حدود ويبقى ديمة في تونس حد الآن ما زالت فهمها ذوابت فهمها فمش كون يتحكم في صحفيين كامني الحق والله أكيد جدا كانش كونش صحفيين عندهم حق مالش كون عندهم مش كون بشية وصلوا رأي المجتمع وش كون يوصل لرأي المواطنين جم حرية الصحفة حرية في نطاق محدود يجب مش لجيين عدوه وليجيين قلوه فم شوية احترام فم خطوط حمراء ما لزم نش نصله فم شوية اعتدائيات ما عنداش حق 100% وحنين يحترموه ويحترم زاد المجتمع ومشاهد في نفس الوقت يجب كل حد عندها حدود بون هي عمال في تراجع لأسباب نورمال مو أول حاجة أسباب ترجع للدولة هي الأمن ديجاء الصحافة ما عندش عنده حرية ولا خاف لا يعمل حاجة يكل على هراس الصحاف أول حاجة دي لكن في تونس ما نشوفه هلو تصحاف نشوفهم يمشوا بالموالات ثم برشة موالات اولا نشوفها لكل اعلام موالات هذي هي اللي نشوف فيه هنا واحد من ناس كل واحد وراي عما نشوف فيه هذي اعلام ولا موجه بدرجة كبيرة بعد 2014 2011 شوفنا اعلام حر ونزي تاوي بدت تمشي الموالات هنا عديد من المخاطر في البلاد هذي يخو يضرب عندها الحق زي نشوفه فيه في الماتشوات معناه بارتيات وشنو اللي قاعد يصير في البلاد شنو ذنبتها وصحافي زيها وين بشي وصل وين بشي وصل معناه بي هذي الضرب هذي النقطة تستفهام معناه الصحافة اليوم ولد في انفيلات انفيلات تام زادة وما عادش فهم كل اذاعة ولا كل محطة ولا كل قناة ولا المذبات تحوم دي مع البرز تحوم دي مع الحاجات الي ما عادش يعني فهم انفيلات تام وصحافة بعد باسم باسم الثورة اصبحت الصحافة كل واحد يعمل على كيف بالنسبة لهذا الموضوع هام جدا وشهائك والحاله انه في امس الحاجة لحرية الصحافة في امس الحاجة للواحد بشي عبر على خطر كبير وصغير تحس بي عنده مشاغل وبكل اسف حتى نقوله فما حرية بعد الثورة وفما فما لكن ما يمنعش انه برشة برشة تعسو فات على الصحافيين وبرشة حاجات معناها لنستغربوا معناه نتجاوز حتى الصحافة تجاوز برشة حاجات معنا تجاوز برشة حدود طوو نشوفو فيه فيه أمانا حاجات نجموش نتفرج عليا احني في الجنوب معناه فريقت الصحافة مش في الوجود بتاعها في نظافتها في توصيل المعلومة الصحيح في توصيل المواضيع الصحيح للمواطنين مش لعلام تاجهم ما تنجم يش تفرج عليه في الدار ما تنجميش تسمعه في الراديو كل مواضيع التافة كل مواضيع اللا أخلاقية والمواضيع المتسوى حتى شي ما ينظروش يطرقوش مواضيع البشرية والمواطنين اللي يتمهم في الحياة اليومية لا يطرقوا كل مواضيع الممولة بالفلوس ما نيش عارف من شيرات حزبية ولا الله أعلم منين مواضيع لا تليقوا بناك شعب تونسي مسلم ونظيف محافظ وهذه الحالة حالياً قاعدين يشوف في تونس الصحافة متاعنا ولت كارثة ما هي معاش صحافة والله بعد الثورة نحس إن حريت الصحافة في تونس طورت ولا فم حريت الصحافة أما مشكلة لهني إن حسها إن الصحافة ولا تخدم في أجنتات معينة معاش مش يعطي راية ولا يعطي الخبر فقط تحسي إن الخبر يختار فيه كلمات ليحدد لك أصلا وجهة النظر بتاع المعينة يعنيين بالأمر تحية لكل مستمعين الكرام لكم التعليق الحرة سي الحبيب وسي محمد طبعاً رأي المواطن معناها فيه الخطأ وفيه الصواق معناها وموضوع الإعلام والصحافة معناها نعرف أن تثير معناها مشغل كل المواطنين صغير وكبير لأن ناس كل المهتمة إذا ما يسمعش الراديو يتفرج على تلفزة معناها موضوع مصير لكن أنا حبيت أن أكد أنا ربما البعض يفوتهم أنا ماذا هم مش يعتبروا الفيسبوك والمواقع الإلكترونية أنها صحة تختلطت عليهم ربما ولا تختلط الأوضاع لأنه اللي يظن أن هذاك يحسب على الصحافة فهو مخطئ لأنه وهني يرى الإثارة وتأتي الشبهة في الحقيقة خاصة بعد الثورة معناها الحملة الكبيرة للفيسبوكية والمواقع بالألاف المتعددة اللي تعيش على الإثارة وتجني منها الأرباح وهي في الحقيقة لشوهد سمعة الصحافة على أقل النسبة المضيئة من الصحفيين والإعلاميين وهذا خطأ لكن هذا ما يمنعش أن بعض إذاعاتنا وقنواتنا ربما قد تحيدوا أحيانا عن المسار لما يكون من مؤسسات أعلامية خاصة قد نجد لها التبرير لكن أحيانا لما يأتي الخطأ من مؤسسة عمومية معناها يقول المواطن أن يدفع لها الأموال فهذا من حقه طبعا بش يدفع عن حقه وينتقدها ويطالب بإعلام صحيح بدون تجاوزات وبدون تجاذبات وبدون ولاءات سياسية وهذا هو الواقع طبعا اللي تطمح له الصحافة لكن هو صعيب هذا في شتى أنحاء الدنيا هذية موجود الصحافة منتاع الولاء والصحافة الحزبية والصحافة الخاصة وكل موجود وطبعا ربما المطلوب هو الموضوعية كل أمورها نسبية موضوعية قد ينجح الصحافة أو المؤسسة الأعلامية أحيانا وقد تخيبا أحيانا أخرى ما بين الإعلام العمومي والإعلام الخاص محمد علي معناها يشفع للإعلام الخاص ربما يخرج على بعض يقول ربما لا يحق للإعلام العمومي يقول سلاحبيب أنه يخطأ لأن ربما مسؤوليته أكبر تجاه المواطن يقول لك أنين مول فيه وهل أن هذا بطبيع يشفع كما قلنا للقطاع الخاص ولا للإعلام الخاص أنه يخطأ وربما ما يلبيش رغبات المستمعين ولا المشاهدين الإعلام الخاص ما في أكثر جالب منها مربوط بالمستشهر المستشهر هو يعني هو اللي يخلي المؤسسة الخاصة يعني بيش تعيش هل نقوله لكن حتى الإعلام الخاص من واجبة أنه يعتمد الموضوعية والحياد والاستقلالية حتى هو خطر يأدي في رسالة أبريتو يلزم حتى هو الإعلام الخاص ما يخرجش على الإطار وبيلزم يلتزم بالمهنية وبالضوابط المهنة اللي معروفة معناها عند الداني وعند الجميع يلزم الناس كلها معناها تلتزم بالضوابط هذيك الإعلام الخاص ممكن في بعض الجوانب تجاوز الحدود في بعض المواضيع خطر معا ما عاش يركز برش على اهتمامات المواطن البسيط اللي يعني اهتمامه ومشاغله معادس والت موجودة برش عند الإعلام الخاصة ذاك علاش ممكن اللوم أكثر دي مع الإعلام الخاص أكثر منها على الإعلام العمومي والإعلام العمومي رغم أنه معناها ماشي في الاتجاه الصيح لكن ما زالت حتى هو يلزم يخدم خدمة كبيرة وما زالت خطوات كبيرة عند الإعلام العمومي على خاطر تويكا في تونس ولا فما ديزيكي ليبرم فماش توازن بين الإعلام العمومي والإعلام الخاص الإعلام الخاص تويكا ولا معناها يعتمد على السبق الصحفي بين ذفرين على البوز والإثار أكثر منه على أعطاء المعلومة للمواطن العادي معناها ذاك علاش فما فرق كبير ناس بدت تميل الإعلام الخاص أكثر منه الإعلام العمومي خاصة المرئية خاصة بالنسبة للإعلام المرئي أكثر منه الإعلام المسموع والمكتوب الاعتماد على الإعلام التلفزي والسبق الصحفي من حقرة أو حتى الإعلام الخاص أنه يعتمد للسبق الصحفي وذي من حق أي صحفي أنه يعني يجري للسبق الصحفي وذي هو دوره معناها يزم المعلومة ويكونوا الأول عليها لكن فما ظوابط يجبنا نلتزموا بها معناها ما يزمناش نخرجوا على الظوابط هذه أذك علاش ممكن في بعض الحالات شفنا فما تجاوزات يعني للإعلام الخاص حاجة أخرى فما بعض التجارب في مؤسسات خاصة يعني نجم المواطن يعني يبني عليها حجج متاع لما يمشي المؤسسة العالمية خاصة معناها فما بعض المؤسسات الخاصة وحتى العمومية تعتمد في مثاق تحرير داخلي يعني ضوابط معروفة تنشر عبر مواقع التواصل الشميع وعلى مواقع الخاصة متاع المؤسسة العالمية هذيك ويكون معناها فما التزام من قبل المؤسسة هذيك بمثاق التحرير ومثاق الشرف متاع المؤسسة هذيك ولو معناها تجاوز الخطة الذكية نجم حتى المواطن العادي معناها يشتكي لدى الجهات المسؤولة ويقول راه فما تجاوز من قبل المؤسسة الفلانية ونجم يحاجج بها معناها على خطره هو معناها الضرف من ناحية متاعها التجارب هذه ما يزمها تتعامل معناها خاصة بالنسبة لمثاقة تحرير مهم جدا وبالنسبة لنحكو عن ديمقراطية وكذا يزم فما زادة ديمقراطية داخل المؤسسة ذاتها معناها يزم تطوروا في مؤسساتنا ويزم نكونوا معناها أكثر موضعين في مؤسساتنا أكثر منهم معناها نطالبوا للناس البرة بشكون ولا سياسيين بشكونوا معناها ديمقراطيين فقط بش نعقب على حكاية الهتداءات معناها على الصحفين وكذا ومش بش نتنحة معناها الهتداءات متواصلة يوميا وهذه ممكن مربوطة أكثر بالعقلية التونسي أكثر منه معناها بالتشريعات الموجودة ونشوفه في اعتداءات ما زالت متواصلة إلى ومنا هذا معناها أخيرا اعتداء كان على زميلة صحفية تخدم في صحيفة اسمها الضمير تم الاعتداء عليها معناها داخل مقر مجلس نواب الشعب من قبل عضاء مجلس نواب الشعب معناها على الغيابة المتكررة للنواب الموجودين وتمتها رسلتها في المقر متع مجلس نواب الشعب في بارد وهذه معناها تعتبر حادثة خطيرة بالنسبة لصحفية معناها تخدم وقدت رسالتها ومخرجش عن الضوابط المهنية في المقال متاحها وهذه معناها مجريمة مرتكبة جريمة معناها كتبة مقال وعليش نمشوا الاعتداء وهو نائب شعب معناها يمشي على الصحفية هذه معناها حادثة خطيرة مالزماش تتكرر وهذه تبين لك كونة العقلية هي اللي لازمها تتغير مش حتى التشريعات معناها مش بالضروري أنه نعمل التشريعات وقوانين ونخلوها في الرفوف يلزم حتى عقلية متاع الناس ومجتمع ككل مش كان الصحافي حتى المجتمع يجب يغير في النظرة متاع تجاه الاعلام ويلزم معناها الحرية هذه نعرف كيفاش نسغلوها رأيها هي في خدمة المواطن معناها لو كان الصحافي يتمتع بحرية التعبير رأيها ليس الصالحة هو رأيها في الصالح المواطن وصالح المجتمع سيئة حبيب في نفس الإطار ما بين الوديمات ولا نسبة المشاهدة ولا الاستماع يلها ثلاثة تقريبا جل خاصة الوسائل الألام الخاصة وما بين الموضوعية في طرح المواضيع لأن ديما التراعي العادات متاعنا التقاليد الفوارق ما بين عديد الجهات ربما ما تقبلش بعض المواضيع ثم حدود للصحافي لتناول بعض المواضيع اللي فيها جرأة ربما على غير العادة واللي هي تلقى ردود أفعالة رغم ما هي ربما تقول الهدف انتاحها وصلت لها بطرح المواضيع لتترك الجدال ويتكرر الاسم انتاحها أكثر من مرة تقول الهدف انتاعي هو نسبة المشاهدة ولا نسبة الاستماع ما همتيش في ردود الأفعال المشاهدين ولا المستمعين لا في الحقيقة لابد باش ناخذوا برأي المواطن أو المتفرجة أو المتقبل لانا باش تحصل اليوم أعلى نسبة متاع استماع ولا مشاهدة ما هي باش تكون ديمومة معناها باش تكون ربما مؤقتة لكن انك ربما تخسر الصمعة متاع المؤسسة الالمية متاعك قد تطرق حتى أحيانا بعض أحداث عنف واتهامات للعاملين في المؤسسة الالمية انا كظهر هي رأي معادلة هي صعبة لكن لابد المؤسسة الالمية أن تحترم جمهورها وتحترم طبعا طبيعة العائلة التونسية والمواطن التونسي اللي ما يرضاش باش نتجاوزوا بعض الخطوط الحمراء وهذا من حق المواطن بصراحة ما مكان حتى مؤسسة اعلامية خاصة ليس من حقها أن تبث ما تريد سعطة ترضى عليك بجواب بسيط بالنسبة لها تقولك البناتنا فلس لا ليس الحل ليس الحل قد يكون هذاك يهدد حياة المؤسسة في حد ذاتها في الحقيقة هو غلط وأنا يبدو لي استراتيجية خاطئة المؤسسة الاعلامية اللي يتحافظ على معادلة هي صعبة لكن قد تجني من وراءها الديمومة والتعامل مع أكبر عدد ممكن من المشاهديين معنا نرجع للإعلام الجهو فيما تبقى من الوقت سيمو حمد علي هل أن الوسائل الضرورية ليكون الصحفي خاصة نحكو على الصحفي الموراس القادر على نقل وإبراز الخبر وبطبيعة قراءة ونقل كل خصوصية كل جهة هل أن الضروريات موجودة ومتوفرة بطبيعة توفرها وسيلة النقل بطبيعة حسب ما تشوف الزملاء المورسلين معناها الضروريات الدنيا موجودة للعمل الصحفي ما زلت فما برشة نقائص معناها بالنسبة لإعلام الجهوية ما زلنا نعيش في برشة نقائص فما حاجات ما زلت متوفرة بالنسبة للإعلام الجهوية وحكينا منذ قريل معناها ممكن على التضييقات ولا صعوبة إيجاد المعلومة وتلقي المعلومة من قبل المسؤول بين ظفرين معناها اللي بش يعطيك المعلومة لكن دي مرة والإعلامي يجد صعوبة هذه معناها خدمت معناها وهذه هو واجب يزم يقوم به رغم أنه يتعرض لصعوبات ولا تضييقات ولا كذا لكن التسهيلات لك ما زلت معناها ناقصة على خطر لما الصحفي بش يقوم بنقل المعلومة ويلقى معناها صعوبة خاصة ولا عرق من قبل بعض الأطراف يعني روه هذاك مش بش يمنع معناها من نقل المعلومة وبالعكس هذاك بش تأدي معناها لحجب المعلومة على المواطن مش على الصحفي المواطن هو المستفيد في نهاية الأمر هذاك علشي زمن ديما نسهل مريط الصحفي الإمكانيات الضرورية بالنسبة للمؤسسات زادة ما زالت ناقصة ما زالنا ما طورناش من رواحنا ما زالنا ناقصين بعض الإمكانيات الضرورية لنقل المعلومة هذا معناها يدخل في إطار معناها استراتيجية عمل المؤسسات زيما حتى هي تراجع وتعرف كيف طريقة العمل زيما تتطور بشكل آخر معناها لتسريع في نقل المعلومة واعتماد ممكن على شبكة مرسلين واعتماد على تقنيات متطورة هذا ينقصنا يجبنا نحاول أن نطور من أنفسنا بشي على الأقل نكون في المستوى بنسبة لنقل المعلومة الناس في تسريح سلح في نفس الإطار أنا بش نعمل إضافة في نفس الإطار أنا نظن أن اليوم صحافة القرب أو الصحافة المحلية هي الأقرب بش تنجح في وقتنا هذا خاصة في الجهات بحكم تجربتي المتواضعة أنا نشوف أنا مثلا إذاعتكم رغم أنها إذاعة خاصة لكن هي قادرة بش ترسخ اليوم صحافة المحلية صحافة القرب وقادرة بش تنجح وقادرة بس تستقطب المستمع في ربوع الولاية بش تتطرق إلى مشاغل المواطن اللي يهم عن قرب بش تحكيل علي يصير في الشارع متاعها في الحي خدمة متاعها في مشاكل البلدية في مشاكل البيئة المستمع بش يكون ملتصق بالمؤسسة الأعلمية متاعها هذة متاح يظهر لي مثلا إذاعة الوازيس بنسبة مئوية كبيرة قادرة ربما بش تغطيلها 70-80% من التغطية الأعلمية متاعها بدرجة أقل مؤسسة عمومية مثل إذاعة تطوين اللي عندها مكتب في جايب السلوب قادرة بش تقوم بالدور هذة بنسبة أقل متاح لسيمو حمد علي بش يبث يوميا ثلاثة وأربع مراسلات حول المشاغل المحلية متاح له أسبوعيا بش يعمل ساعة بث مباشر تهتم بمشاغل الجهة هو قادر بش يبلغ و بش يكون حتى هو قريب شوية من المستمع بينما في الصحافة المكتوبة هذك هو المشكل الكبير اللي عنه منها حاليا وأنا عندي تجربة مريرة في هذا المجال الصحافة القرب في الصحافة المكتوبة آآ ضائلة جدا المؤسسة الألمية متاعك اللي تصدر في تونس العاصمة تقبل منك بش تنشر بسرعة البرق حادث متع انتحار حادث متع جريمة حادث مرور بصيفة برقية بينما مشغل مواطني مهم جدا يبقى ثلاثة وأربع يام وقد يرمى به في سلة المهملات مشكل كبير وهذا يا في الحقيقة اللي افتحوا اليوم المجال لبعض المواقع الإلكترونية لبعض الصفحات الصفرة بش تستغل الموقف وتتبنى بعض المواقف اللي تكون عادة ربما ما تكون صادقة وتكون فيها الإشاعات وتكون فيها ربما أحيانا حتى بعض التجاوزات الأخلاقية وتتمكن بش تمررها في غياب صحافة مكتوبة تهتم بالجهات وتهتم بالشان المحلي رئيس الحكومة الحبيب بالصيد أكد الحرص على الكشف عن ملابسات اختفاء الصحفيين سوفيان الشورابي ونذير الكتاري في ليبيا وفي نفس السياق بيّن أن حرية الفكر والرأي والتعبير والإعلام مكسب أساسي من مكاسب الثورة وحق دستوري لا مجال لتراجع عنه أو التفريط فيه وأن الحكومة حريصة على صيانته وترسيخه في النص وفي الممارس هذا هو ما بين النص والممارس سيد محمد علي ولكن فما تطور كبير كنشوفوا مصدر مهم الحكومة يقول أنا بش نعززه مكاسب هذي ماناش مترجعين عليها بطبيعة هذي بش يكون مسجل وموثق معناها كيفش نجمه نبنو عليه حتى أن تتكون نوعا ما ثيقة أن لا مجال للتراجع عن حرية الصحافة بأي شكل من الأشكال مهم برشة دعم السياسي معناها لحرية التعبير وحرية الرأي والإبداع مهم برشة أنه السياسي يقوم بدعم هذه الحرية في العيد اليوم في يوم 3 مائل يوم العالمي لحرية الصحافة لكن هذا دي ما يبقى معناها ناقصة علش خاطر بعد كما حكينا معناها نمكن تفهم بعض الإشكاليات وبعض التفاصيل الأخرى معناها الجانبية اللي تخلي ممكن الصحافي ما يقومش بدورة على أتم وجهه ومش بالشكل المطلوب ليه فقط نقطة باش نحك نعرج على كلام سيلحبيب صحيح معناها لو دور الصحافة المكتوبة تراجع بشكل كبير منذ الثورة معناها أمام قلنا معناها وجود المعلومة في كل غزو تواصل الشيماعي وحتى الإذاعات معناها أصبحت في كل مكان لو لا الثورة لما كنا موجودين نحن اليوم معناها في وزيز ولا في أي معناها مؤسسة عالمية أخرى خاصة يعني الثورة أتاحت للناس أنه فما استثمار جديد هو استثمار في الإعلام يعني ولا موجود في كل الجهات فما إذاعات معناها طفرة بتاعة وسائل الموجودة لكن دور الصحافة المكتوبة تراجع بشكل كبير مثلا تجربة تجارية شروق لمدير مكتبها سيلحبيب كانت قبل الثورة تخصص معناها معناها ثلاثة أربع صفحات أو أكثر للجهات لكن ما بعد الثورة تراجعت وهذا يرجع ممكن للصعوبات المالية التي تواجهها الصحافة المكتوبة ناس تقرأ الجريدة كانوا قبل أكثر معناها الناس تمشي تقرأ جرائد ويطالوا على المعلومة من خلال الجريدة وكان فما زاد فما شغف كبير وفما كيف بلغتنا العامية بالنسبة للناس معناها كانت تعمل كيف تشير الجريدة وتقرأها يوميا بشكل يومي لكن تراجعت خاصة لدى فئات الشباب وحتى معناها فئة أخرى عمورية تراجع الإقبال على الصحافة المكتوبة والتي تفهم صعوبات مادية من بعض الجريدة نحن نشوفنا في العالم معناها جريدة تسكرت في بريطانيا من أكبر الصحف معناها قررت أن تغلق النسخة الورقية وخلت النسخة الإلكترونية وهذا راجع ممكن كما قلنا للتطور الهائل عن مسؤول الوسائل التواصل الاجتماعي اللي خل معناها دورة الصحافة المكتوبة يتراجع ويلزم يفكر في تغيير المضمون للصحافة المكتوبة معناها ننقل الخبر فقط يلزم نعتمد على تحليل الخبر يلزم نعتمد على القصة الصحفية في الجريدة الورقية على شلال نعتمد أكثر على الجانب التحليلي في المواضيع المهمة على المساواجه ويولي حتى على المساووطني أكثر من أن تكون ناقل الخبر الخطر الخبر ولا موجود في كل مكان سيلاحبيب كما قلنا تقريبا المنجز المنجز الوحيد ولكن السقف انتهى عالي هو حرية التعبير ولكن المواطن البصير يقول ما عملنا بها حرية التعبير في الأخير ما يشبش توكلنا الخبز شنو المطلوب خلينا في الإعلام الجهوي حتى يرضي المستمع ولا القارة ولا المشاهد في الحقيقة ما تمش تلفزات جهوية ولكن خلينا على الأقل في الإذاعات ولا الصفحات تخصص للاعلام الجهوي شنو المطلوب من الاعلام الجهوي حتى يرضي المواطن هل أن المطلوب منها إيجاد الحلول ولا نقل المعلومة فقط للمواطن نعم الحقيقة هذه النقطة الحساسة هي اليوم الإعلام أنا في رأي المتواضع الإعلام الجهوي ولا المحلي يجب أن يتجاوز حدود نقل الخبر والمعلومة إلى جزء آخر أهم وهو تناول الملفات نحن اليوم في مؤسسة آلامية بدراسة طبعا استراتيجية ما يكون الأمر هكاكب معناها أنا نتلاوله مثلا أسبوعيا ملف من الملفات اليوم باش نتلاوله ملف النقل الحديدي عنا مشاغل كبرى في جبس يعاني منها وقع مئة سنة من محطط جبس يعاني منها المواطن المؤسسة الإعلامية والصحفي قادر باش يعمل ملف حول النقل الحديدي وينادي أهل الذكر يعالج المشاغل ويقترح الحلول ويحاول باش يضغط على للطرف المسؤول يعني كيف الجيهي أنا الإعلام يزم يكون ورقة الضغط للسلطة المسؤولة المحلية أو الجيهوية أو المركزية باش السلطة تنفذ مشروع أو برنامج باش تصلح مشكن الماء في منطقة ما أحنا اليوم أحنا اليوم قادرين باش نتناولوا الملفات ملف بملف ونحاولوا باش نصبح ورقة ضغط ونضغط على السلطة باش تنفذ مشاريع وتعطي ما يطالب به المواطن في كل ملفات في النقل في البيئة في الصيد البحري في الفلاحة في الأحليب في المجال البلدي في البنية التحتية حتى يصبح الإعلام يتناول ملف بملف ويصبح ورقة قوة والمواطن هنا نتصور باش يكون راضي عن أداء الإعلام حتى ولو لم تتحقق المطالب بالنسبة مئوية كبرى لأن من اجتهد وأصاب له أجران ومن اجتهد ولم يصب يكون له أجر الواحد كي يجتهد المؤسسة الإعلامية والصحفي حتى لو ما تتحققش المطالب بالنسبة كبيرة يكون المواطن أنا في رأيي راضي عن أداء الإعلامي والصحفي ويكون معاه ويكون دعم ويشجع هذا هو سيد محمد علي تقريبا بعد الثورة ما ثم حتى ملف ممنوع من الترح في وسائل الإعلام ولكن خلنا في جابس في الحقيقة ما فمش تقدم كبير ثم نوعا ما حتى استياء من أهالي في جابس يقول لك لمسناش حتى تقدم في المواضيع اللي طرحناها كل مجالس الحبيب على مستوى البيئة الصحة البنية التحتية المهترأة نشوفه تقريبا يوميا ندائيات استغاثة نصحة لتعبير قطار جابس يتوقف أكثر من مرة في طريقة إلى تونس كيفاش تشوف المطلوب ربما وإعادة نصحة تعبير الأوراق ولا إعادة كيفية طرح الملفات حتى تكون أكثر ضغط لوسية الإعلام في طرحها بطبيعة لأن المواطن ساعة يقول لك من واجبك أن تتابع المواضيع وكذلك تحسبنا حتى بالحلول حتى الحلول مطالب بها صحفي موضوع شائك ممكن لخطر هذا مربوط ديما بالسلطة لو حتى الإعلام الجهوي يقوم بدوره ويؤدي دوره ورسالته كما ينبغي ويتحدث بشكل دوري ومسمر على المواضيع اللي تعنى بالشأن الجهوي نحكو في ولاية جابس مثلا مشكلة التلوث مشكلة الصحي مشكلة المستشفى الجهوي ومستشفى الجامع ومشكل معناها القطاع صيد البحري المشاكل عديدة معناها في ولاية جابس والعوائق عديدة متاع التنمية ورغم أنه معناها الصحفي خلينا نقول بصراحة معناها مؤسسات العلامية قايمة بواجبها وأكثر معناها تحكي دي مع المشاكل اللي موجودة في ولاية جابس لكن رغم أن الضغط مصلط من قبل الإعلام لكن النتيجة ما فهماش علش نتيجة ما فهماش خطر ما زلنا مربوطين معناها بالمركز ما زلنا رغم الضغط اللي موجود من قبل وسائل لا ما تلقاش نتيجة إيجابية وما تلقاش معناها تفاعل كبير من قبل المسؤول السياسي مع المواضيع المطروحة ومع طلبات المجتمع في ولاية جابس يلزم معناها الضغط يتواصل ويلزم ديما ركزوا على اهتمامات الناس في ولاية جابس خاصة مشاكل البنية التحتية ومشاكل معناها الطرقات ومشاكل تطهير ومشاكل معناها هذه المشاكل اليومية اللي تتهم المواطن العادي في ولاية جابس ذا كلاش زمن ديما نهتمه بالمواضيع هذه نعطوه حي زمني أكبر في المؤسسة ولا نعطوه معناها مساحة مخصة أكثر في الجريدة باش على الأقل هذك يعكس معناها كونه الإعلامي قايم بدوره ومغير ما يعطي حلول الخطر ما وش من دورنا أنه نعطوه حلول ومش معناها مطلوب مننا نعطوه حلول لحن هي فقط زمن ركزوا على المواضيع معناها الحساسة اللي دعنا بالصحفي موضوع شائك عليش خطر مازلنا كما قلنا معناها مرتبطين بسلطة مركزية مازالت معناها هي تحكم في المغور كله في سلطة القرار منجموش معناها نحكو على مثلا القطار مشكل القطار وكذا هما بمناسبة مئوية بشي احتفلوا بالمئوية معناها أيام ربع وخمسة ماي وان شاء الله تكون معناها فما قرارات جديدة على الموستوى وهذه على الشلا من قبل وزير النقل نيس غدير على الشلا ان شاء الله في الزيارة بشي أديها يوميا ربع وخمسة ماي لولاية جابس اشكالية مثلا المواطن ناس تعاني معناها من قطار لقاطرات متع لها سريع يعمل في تأخير معناها حوادث تكررت أكثر من مرة بنسبة للمعضلة هذه فما زاد مشكلة الحواجز بعض الناس بعض المناطق يطالبوا بإنشاء حواجز في مناطق موجودة في ليلة جابس التأخير معناها بسنوات معناها لإنشاء حاجز آلي معناها لمنع على مرور العربات قبل مرور القطار هذه مشكلة كبيرة موضوع كبيرة بالعكس العلامي يلزم هو معناها يركز على الموضوع عذاية ونحكو في الموضوع عذاية بأكثر دقة وركزوا عليه علش لا ما نضغطوش على سلطة المركزية بيش تمشي في اتجاه أنها تحسن من النقل الحديدي وهذا مثال مخاطر إشكاليات عديدة موجودة في وليد جابس مشكل معناها المستشفى الجهوي بيجابس تعطل المشروع من 2012 والمشاكل عديدة ومشكل التلوث والناس تتحدث على أنه لم يكن نتيجة للمشاريع اللي قام بها المجمع الكيميائي للحد من الانبعاثات الغازات والمشكل للتلوث الهوائي المجمع يقول أنه ماشيين في الاتجاه الصحيح لكن المواطني يقول على أرض الواقع لم يكن شيء التلوث موجود دور الإعلامي بالعكس الإعلامي الجهة ويجب يركز على المواضيع هذه يجب يتابع المواضيع على مساوى جهة ومساوى ركز يزوز ويجيب المعلومة الصحيحة للمواطن وينقل الخبر بكل دقة وكل موضوعية ويبقى نتيجة والحلول مربوطة بالمسؤول ومش بالإعلامي في الناحية الأخرى المواطن شنون المطلوب منها ربما للحفاظ على المكسب هضايا السلح بيب رغم كما قلنا الانفلاتات بارتو تقريبا في كل المجالات بمفعل الإعلام ولكن الإعلام بدي ياخذ في الطريقة ونشوف نوعا ما توازن مقارنة ما الأيام مباشرة بعد الثورة المواطن شنون المطلوب منه المواطن حتى يتفعل خفى الإعلام الجاه ويحافظ لأن مكسب مهم جدا رغم كما قلنا بعض الانفلات الموجودة والتقصير كذلك تقر بأكيد جل وسلالة بالطبع المواطن يزمي يكون متفهم أن الصحفي ما يتحكمش في الحلول كما قال محمد علي أن الصحفي قادر بش يبلغ الصوت متاعك لكن ما يضمنش أن يجيب لك الحل الصحفي كيف ما يسمعك أنت كمواطن يزم يسمع مواطن آخر عنده وجهة نظر مخالفة لك ويزمك ويزمك تقبل ويزمك ما تغشش ويزمك ما تتهمش الصحفي أنه جاي ضدك لأنه استماع لرأي مخالف لك هنا تصبح العملية عملية وعي في المواطن المواطن دائما يظن أنه هو على صواب وغيره على خطأ وتدخل فيها طبعا هنا المشاكل أخرى قد تكون سياسية تجاذبات قد تكون أحيانا جهوية وعنصرية المشاكل الموجودة بكثرة لكن المواطن يزمك أيضا يكون واعي ويقدر المجهود اللي يبذل فيه الصحفي باش يكون هو آداء توصل بينه وبين المسؤول وبين الإدارة ويبلغ صوته وهنا في الحقيقة المعادلة قد تشوبه أحيانا بعض المشاكل شفنا أحداث الصحفي يتعرض للعنف من المواطن في الشارع للسب شفنا مظاهر منوع هذايا خاصة في الأمور الرياضية في الملاعب ونتصور الموضوع هذايا ما هوش باش ينتهي باش يبقى المشكلة هذايا قائمة لكن دائما الوعي والتحسيس يبقى هو العنصر الإيجابي لازم يكون يتحكم ويكون هو اللي يفصل بين الصحفي والمواطن سيد محمد علي في نفس الإطار المرهي هذي مش المواطن نحكو على في المجال السياسي وكذلك المسؤولين على مستوى عالي اللي هم موجودين في المركز علش ما يعطوش الأولوية ساعات والعلاقة اللي يوازن وبالإعلام الجهو والإعلام الموجود على مستوى مركز الدماء يخيروا نعرف مشاق وصعوبات كبيرة يتعرض لها الإعلام الجهو في الحصول على ضيوف وربما الجواب للإجابة على بعض الأسألة اللي يطرحها الإعلام الجهو وهذه أهم نقطة ممكن معناها المسؤول السياسي بالتعلات ومعينة حتى الحوارة التي عملت أكثر مرة مع رئيس الحكومة ولا دي ما يخير فيها الإعلام الموجود في العصم هو تواجه بالعكس يجب أن يكون معناها للإعلام الجهو أكثر منه للإعلام الوطني يلزم رسالة توصل للموافق في الداخل وتمييز الإجابي يجب أن يكون على الأقل التواصل والخطاب معناها يلزم معناها الخطاب والاتصال السياسي يكون أكثر للجهات والجهات الداخلية اللي هي معناها معنية بالتنمية معنية بالميزانية متاع الدولة معنية بمشاكل معناها عديدة تعاني منها طلت سنوات يلزم الرسالة والمضمون الرسالة يوصل للداخل أكثر منها معناها للمركز علاش يلزم للجانب الاتصالي يطور معناها من ناحية المسؤول السياسي تويك مثلا إذاعة تستدعي تستدعي ضيف معناها بتعلات يقولك لا منها جيمشن جي فما نعرف زملائي معناها في سوسة وزميلي في سوسة رئيس الحرير معناها إذاعة خاصة لاستقبال الضيوف معناها يمتنعوا للقدوم للسوسة فبالك معناها يعطيك وعد بالتليفون وما يوفيش وحده بالتليفون ما يوفيش ربما وهذا تقصير من السياسيين معناها يلزم السياسي بالعكس يوصل المساج والرسالة متاعها للداخل أكثر منها للمركز هذا خاطر الداخل هو معناها الأساس هو اللي عند معناها مشاكل ونقص في عديد المجالات ما فماش توازن معناها هو بطبيعتها معناها من قبل أكثر منه مدام ما فماش نتيجة على أرض الواقع وما شفناش تقدم كبير معناها تحقيق المشاريع وتطلعات الناس معناها في الجهات الداخلية اللي ماذا بها تحقق التنمية والتشغيل وبعث المشاريع والمواضيع الحساسة هذه كل على الأقل المساج والخطاب يزم يوصل للداخل أكثر بالإذاعات الموجودة في الداخل معناها في كل ولاية تلقى إذاع معناها موجودة ما نحكوش معناها وسائل الإعلام الأخرى وتلقى مرسيم موجودين في كل المؤسسات معناها يلزم على الأقل نعطوا حي الزمني ونعطوهم هما الأهمية أكثر منه معناها نركزوش على المركز هما ممكن اختيار المتاع المركز على خطر أسباب معروفة معناها على خطر ممكن التلفزات الأكثر مشاهدة ممكن يقولك وقت نخرج في وسيلة الإعلام معروفة يسمعوني معناها الناس ويتفرجوا علي الناس سواء في الداخل أو الخارج لكن ماذا بنا نعطوا رسالة طمأنة للمواطن اللي يعيش معناها في جهات داخلية تعاني الحرمان لطيلة سنوات مضط ويلزم على الأقل انطوروا في طرق التواصل امتاعنا مع الناس هذه عبر وسائل الإعلام المحلية والجهوية اللي موجودة معناها على عين المكان شكرا لكم كلمة الختام سلحبيب بطبيعة نحي ومرة أخرى جميع الزملاء وخاصة الصحفين المرسلين في الجهات لأنها ربما المهمة أكبر بالنسبة لهم وصعوبات أكبر في الحصول على المعلومة وفي نقل الخبر نعم شكرا محمود على هذه الاستضافة تحية مجددا لكل الزملاء أينما كانوا حبيت أن نذكر في الختام هذه محسوبة على محمد علي أنا لكل الزملاء الإعلامين والأصدقاء المثقفين الدعوة مفتوحة يوم السبت إن شاء الله ستة ستة ولا سبعة محمد يوم السبت سبعة سبعة ماين العاشرة صباحا في المعهد الجهة والموسيقى الجميع هذه الصحافة احتفالا باليوم العالمين حفظ الصحافة باش نظم ندوة تحت محور الإعلام والمشهد الثقافي عنا مجموعة من الزملان سميهم مونير إهلال صحفي مونير إهلال صحفي كمال شرني صحفي عبد حميد طبوبي ثلاثة من الصحفيين باش يقدموا محاضرات وزملاء الإعلاميين وخب المثقفة ليهمهم طبعا موضوع المشهد الثقافي الكل هم مدعوين باش يحضروا معنا يحتفلوا معنا ويساهموا في إثراء الحوار والنقاش وشكرا لك مجددا ولذيعة وزيس ولكل زملاء التقنيين في هذه الحصة المباشرة شكرا لك سيد محمد علي إن شاء الله كل عام وإحنا حينبخير إن شاء الله كل الإعلاميين والعملين في قطع عظم هذية حينبخير إن شاء الله يقع الاهتمام أكثر بمشاغل الإعلاميين ومشاغل الصحفيين وتحسين ووضعهم المهني في كل المؤسسات وهذاك هو المهم معناها لو كان معناها يكون الإعلامي والصحفي معناها وضعيته مسقرر ورب باش يقدم معناها منتوج إعلامي جيد متوازن ميمشيش للغراءات اللي موجودة في الخارج يلزم نعطوه حق وكافي باش على قل الإعلامي يكون معناها يأدي في رسالته بشكل المطلوب يعطيك صحة محمود على اختيار الموضوع مرة أخرى وشكرا لكل الزملاء في وزيزة الفام وإن شاء الله كل عام هما حينبخير شكرا لك سيد محمد علي وإن شاء الله كل من تمنوا أن الناس كل تتفاعل مع جمعية نادي الصحافة وبالدعوة الوجهة السلح بيه بنهار سبت بش يكونوا بطبيعة يتفاعلوا لأن تهمهم مثل هذه الندوات وبطبيعة حتى ندموا مثل هذه الجمعيات التي تهتم بالصحفيين ومشاغل الصحفيين وبطبيعة هي خير ضمانة لحريتهم تحية لكم إن شاء الله المنع خير تعذر القدوم بالنسبة لسي مراد مجيد حابنا معنا الصحفي مصور وأكيد عنده وجهة النظر مرة أخرى نجدد التحية لهم تحية كذلك الزمين حسين العابد وتحية لكل الزملاء نتقابل غدوة في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات إلى اللقاء سن معك التصوير